طبعا برنامج زمالكاوي وكلام كتير حابب اقوله خصوصا في بعض الكلام اللي اثير الفترة الاخيرة خلال اسبوعين اللي فاتوا في ظل عدم وجودي طبعا او ظهوري على الهواء مباشرة نبتدي بموضوع شيكابالا شيكابالا لعب من اساطير نادي الزمالك ومن اكتر العيبة اللي الجمهور متعلق بيها شيكابالا وصل لمرحلة اخيرة من السن في طريقه يعني خلاص يعني اللي فات من عمر شيكابالا في الكورة اكبر بكتير من اللي فضله في الملاعب شيكابالا اعتقد وصل لسن 36 اكدولي يا جماعة 36 سنة شيكابالا اكدولي السن بالزبط يا جماعة 35 وشوية يعني شيكابالا مكمل مع الزمالك لغاية سنتين كمان في عقده بعد مجد التعاقده فجئنا بان شيكابالا منزل بوست حزين ان الاتفاق اللي حصل معاه طلع مش صح وان الارقام اللي اتكتبت في عقده مش ده اللي كان متفق عليه عايز اتكلم بمنتهى الاحترافية في هذا الموضوع اولا انا ضد فكرة ان اي لعيب يمضي على بياط يعني فكرة في عشرين اتنين وعشرين ان انا امضي على بياط معنى ان انا امضي على بياط في مفهومي انا ان اللعب بيجي ياخد عقد كده ويروح ماضي على بياط ويقولك حطولي الفلوس اللي انتوا عايزين انا كده كده بحب النادي وعايز افضل ومش فرق معايا اي حاجة وعايز اعود وخلاص ومش فرق معايا الفلوس تمام ده معنى على البياط لكن طالما انا اتفقت على مبلغ يبقى خلاص انا اتفقت على مبلغ والمبلغ ده المفروض ان فيه اربع عقود اربع عقود عقد مع اللاعب عقد مع النادي عقد في المنطقة الجيزة وعقد في اتحاد الكور على ما اعتقد يعني لو انا بعد ما اتفقت على فلوسي هاخد مثلا 100 جنيه باجي في عقد واحد بس واكتب في خانة الطرف التاني سيحصل في السنة الاولى على كذا في السنة التانية على كذا النسبة المشاركة معرفش الحياة دي كلها هو بيحط المبلغ اللي هياخده ونسبة الضرائب ونسبة المشاركة اللي هي 25% سواء محطوطة او مش محطوطة تلت بودونوت دول دول اهم تلت بودونوت في التعاقد بيكتبهم في عقد واحد بس وطالما كتبتوا في عقد واحد فبتبقى العقود التانية هتكون لابد انها تكون بنفس العقد اللي كتب فكرة ان انا امضي على بياض حبا في النادي هي مرتبطة ان انت مش مرتبط بمبلغ يعني خلاص انا مش محدد مبلغ اعملوا لي اللي انتوا عايزينه اكتبوا لي اللي انتوا عايزينه لكن طالما انا حددت المبلغ فلازم اكتب الاكتب وده طبيعي ومنطقي ان شيكابالا لازم طالما اتفق قبل قبل قعد واتفق على المبلغ اللي هيحصل عليه يبقى لابد ان هو يكتب المبلغ ده في التعاقد ده الطبيعي في اي احتراف في الدنيا نمرة اتنين بقى طبيعي ومنطقي يا جماعة انا كخالد الغندور او كاي بني انا في الدنيا طالما انا قلت كلمة من لساني لللاعب خلاص انت هتاخد كذا في السنة الاولى في السنة التانية كذا في السنة التالتة كذا لابد ان انا كلمتي كانها عقد خلاص هناك اتفاق لان احنا ناس كبار وناس مسؤولين وناس لنا قيمة وتاريخ انا معرفش مين اللي عمل كده لكن طالما حصل ده يبقى لابد ان اللي قال ده يلتزم بالكلمة اللي قالها قولا واحدا تمام يبقى اذا اول حاجة شيكبال ما فيش حاجة اسمها تمضي على بيض طالما انت قعدت واتفقت على المبلغ يبقى وردي خلاص انت اتفقت على المبلغ بتاعك فلابد ان انت تكتب المبلغ بتاعك في التعاقد ثم حتى لو ما كتبش المبلغ في التعاقد طالما اتفق مع مسؤول على مبلغ معين فلابد ان ان المبلغ ده يتحط في العقد ما يفاجأش اللاعب ان هو متفق على ميك جنيه فييجي مثلا مع بداية السنة يلاقي هياخد ستين جنيه حاجة مش طبيعية اروح اشتغل في شركة فيقولولي هنديك في الشهر اربع تلاف جنيه اجي اقبض لاقيين ما ياخد الفين ونص حاجة مش منطقية ومش طبيعية وتدعو الى الحزن يعني فقولا واحدا انا من هنا ومن خلال قناة نادي الزمالك بقول لكل لاعب في مصر سيبكم بقى من فكرة الزمان دي والعاطفة والكلام اللي بتقال ده انا ماضي على بياد انا همضي على بياد انا انا موافق عليها انا القصة دي انتهت يا جماعة انا مش بكلم عن شيكبالة القصة دي انتهت خلاص احنا في عالم احتراف دلوقتي يا جماعة اللاعب ما بيضاش يطلع في برنامج الا ما يتقاد اجر خلاص ده ده عالم الاحتراف تشوفوا النجمين الكبير محمد صلاح مثلا ما بيجي يطلع في قناة يتقاد اقدي وده نجم احسن العيب في العالم من حق لعيبة مصر ان ما تكون في قناة عايزاه انه هو يتقاد اجر مقابل ظهوره ده في البعض كمان بيتقاد اجر مقابل مدخلة تليفونية والبعض بيرفض الظهور تماما طالما ما فيش مفيش مقابل مادي وده حقهم خلاص انا هحط في دماغي ان ده حقهم في بعض الاحيان كمان ممكن ممكن انا لو جايلي مثلا فلوس من قناة تانية وقناة نادي الزمالك لا تعطيني فلوس مثلا هفضل القناة التانية لان ماديا ده احسن لي فانا بفكر بالعقل وبالمنطق معاكم فده طبيعي ومنطقي ومعندوش اي مشكلة خلاص فده العصر اللي احنا عايشينه العصر اللي احنا عايشينه وده اللي هيخدني يا جماعة لكلامنا على العقود وانتهاء عقود اللعيبة احنا طول الوقت كجمهور بنتعامل بالعاطفة بيكون فيه كده ارتباط عاطفي ما بيني وما بين اللعب اللي عمل لي بطولات وكان احد اسباب الفوز بالبطولات اللي بتكبر اسم نادي الزمالك وبتخلي الجمهور مبسوط فالجمهور المبسوط ده بيرتبط بهدف اشرف بن شرق جابه بهدف اشرف بن شرق عمله بهدف طرق حامد منعه بهدف طرق حامد صنعه بمصطفى فتحي بمهاراته حبة الكريز خلاص احنا بقينا بنتعامل دايما بالعاطفة وده جمهور نادي الزمالك انه هو طول الوقت بيتعامل بالعاطفة لكن هل احنا في عصر اثنين وعشرين اصبح اللاعب يتعامل بالعاطفة اكيد في بعض اللعيبة المرتبطين عاطفيا بذكريات منذ الطفولة منذ ان كان ناشئا صغيرا في السن وتربى في هذا النادي العريق وبالتالي بيكون في جزء من العاطفة بيحركه بجانب الجزء الاكبر يقبى يبقى هو مستقبل المادي لان لعب كرة القدم في هذا الدمن يمكن زمانا كان لعب كرة القدم بيعتزل في 31-32 ما يجي 33 لا يمكن ياخد مبلغ كبير بيبقى تكريمه هو ان انت تأيده يعني ما لعيب يوصل 33-34-35-36 اللعب تكريم اللعب ان انا أيده لكن لا يمكن هديله مبلغ يضاهي مبلغ لاعب عنده 23 سنة مثلا ومكسر الدنيا ما ينفعش هديله بنفس المبلغ اللعب ياخده 35 سنة لان تصويقيا انا ممكن اعدت البيع اللاعب وممكن هجيب لي فلوس واللعب لسه صغير في السن وقدراته البدنية أعلى وكلام بقى كتير احنا بنلغيه في عالم كرة القدم في مصر تمام فبالتالي اللاعب بيبحث عن مصلحته قولا واحدا دائما يبحث عن مصلحته ودائما هتلاقوا الصراع اللي موجود حاجتين فقط ليه لعيبة مصر لا تأتي لها عروض من أندية أوروبية ده سؤال ليه اللاعب او معظمهم اللاعب المحترف لا يأتي له عروض من دول أوروبية لماذا يأتي اللاعب لمصر ثم يذهب من مصر إلى الخليج فكروا معايا كده لماذا لا يذهب من مصر إلى أوروبا طيب هل أوروبا أنا بقول لكم والله وأنا بقول لكم هناك لعيبة او هناك لعبون او في لعيبة بتلعب في الدولة الانجليزي في لعيبة بتلعب في التوتنهام بتاخد اقل او نفس مبالغ لعيبة في مصر بتاخدها في الدولة المصري بيلعبوا في التوتنهام في لعيبة بتلعب في بيرنلي مثلا في أندية انجليزية مش أسامي رنانة يعني بتاخد فلوس أقل من لعيبة بتاخد فلوس في الأهل والزمالك وبيراميدز تمام وفيوتشر وفاركو ممكن تمام وبالتالي أنا بقول لكم في لعيبة في التوتنهام بتاخد فلوس تقريبا نفس الفلوس اللي بياخدوها بعض اللعيب هنا طيب في القرى السمراء اللي احنا عايشينها دي اللي احنا عايشين داخلها دي لا يوجد أي دوري بما فيهم الدوريات العربية أي دوري يعطي نص المبالغ اللي بياخدها أي لعب هنا إلا بقى لنجوم كبار وفي أن دي يعني تتعد على الصابع ال 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 اليد الوحد وبالتالي ايه اللي خلى دول المغرب العربي تتجه معظم لعبتها للدوري المصري لأن الدوري المصري بيعطي عقود لللاعبين المحترفين في الدول المغرب العربي لا يتقاضوها في بلادهم يعني ليه عندنا دوقت 16 واحد تونسي عندنا أربع لعيبة مغاربة عندنا لاعب جزائري أو واتفر عندنا لاعب أو 2 أو 3 من السودان يعني ليه دايما عندنا كان عندنا لعيبة من ليبيا تمام عندنا لعيبة من موريتانيا ليه دايما عندنا لعيبة من معظم الوطن العربي بتيجي عندنا عشان إحنا بندي فلوس لا يستطيع أحد إنه يعطيها للعيبة في القرى السمراء تمام وبالتالي هنا اللاعب بقى ما بيجي انتهي تعقوده أنا عندي كخالد الغندور عندي 11 لعب عندي مين في نادي الزمالك هينتهي عقوده عندي نجم كبير اسمه أشرف بن شرقي بقى له 3 سنين في نادي الزمالك عندي طارق حامد واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك واحد خلاص بقى قائد يعني اسم هيبقى في تاريخ نادي الزمالك طارق حامد عندي واحد كابتن نادي الزمالك واحد برضو من النجوم اللي اتربت وتولدت وترتبط مع طفقة كبيرة جدا مع نادي الزمالك اسمه حازم إمام عندي لعيب خلوك جدا برضو من أكبر اللعيبة سنن هو وشيكبالة عبد الشافي صادق عبد الشافي سوري عبد الشافي صادق طبعا محترم سوري عبد الشافي صادق عزيز عندنا محمد وعندنا رزاق سيسي وعندنا عمر السعيد وعندنا مصطفى فتحي تمام كل اللعيبة دي بتنتهي عقودها طيب اللعيبة دي بتنتهي عقودها في وقت لأول مرة يمر على نادي الزمالك وهو منع القيد يعني احنا النهاردة بنحتفل ان شاء الله بعد دقايق قليلة هيجي اليوم اللي اتخلق فيه نادي الزمالك واللي انشئ فيه نادي الزمالك هيعدي بكرة هيكون 111 سنة على انشاء هذا النادي العريق وهذا الكيان الكبير اول مرة في تاريخ هذا النادي من 111 سنة يأتي موسم لا يستطيع الزمالك فيه انه يقيد لعب او في الصيف او في الشتاء كمان وانا بقولها لكم لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك يأتي موسم تنتهي عقود اكتر من 14 لاعب او 15 لاعب لان اللي جدد يعني فيه عبدالله جمعة جدد وفيه الوينش جدد وفيه زيزو جدد على ما اعتقد يعني على ما اتذكر يعني اللعيبة دي كلها كتعقودها بتنتهي مع كمان 11 لاعب يعني مش فاكر او اعتقد ما عداش موسم فيه 11 لاعب تنتهي عقودهم غير اللي جدد كمان تمام طيب انت كجمهور بنتعامل مع اللاعب بعاطفة وانت كلاعب بتتعامل مع نادي الزمالك بعاطفة ولا نتعامل باحتراف احتراف اللاعب قولا واحدا بيدور على مصلحته تمام فيه لعيب بيرتبط عاطفيا بالنادي وبيعمل حساب للجمهور لان فيه لعيبة مرتبطة بالنادي تولدت جوه النادي لعبة عملت تاريخة جوه النادي ودي لعيبة معظمهم هيكون مصريين لعيبة مصريين تمام اما اللعيب الاجنبي فاكيد اه عنده ارتباط عاطفي باسمه كبر وكل حاجة لكن اولا واخيرا اكيد هيبحث عن مصلحته المالية وعن راحته النفسية وانه يكون ماليا مستقر يعني الفلوس تكون مستقرة بتجيله في وقت ومعرفش ده طبيعي يعني ده اللي موجود دلوقتي اما انا مسافر وطلعت كمان مع الزميل سيف زاهر خدت بالي من حاجة الاعلام بيتكلم عنها انه اشرف بن شرقي قد يكون هناك عروض من النادي الاهلي طيب وقد يكون هناك عروض من الخليج ليه ما بنقولش انه ممكن يكون فيه عروض من اوروبا ليه ليه ما فيش عروض من اوروبا لان لانه عروض الاوروبية لو جت هتيجي من اندية صغيرة وهتيجي ب ربع او اقل الفلوس اللي ممكن يتقضاها لاعب مثلا زي اشرف من دول الخليج او من النادي المنافس كأنه يعني هو ده الوحيد اللي يقدر يدفع ويقدر يحط ويقدر يخطف اهم لاعب وكلام من هذا القبيل فبنيدي نحط دايما ده التصور قدامنا لإلا اللي هاخد اشرف لإلا اهلي لإلا قطر لإلا السعودية لإلا الامارات بس هما دول اربع دول وفيش اي عروض تانية ممكن تروح لها تركيا والكلام ده وهكلمكم على موضوع كهرباء ده تمام وبالتالي طيب لو اشرف على مدار 3-4 شهور اللي فاتوا كان في اعادات معاه من ايام اللي هو عمد عبد العزيز مش حابب مع ايام كابتن حسين لبيب ما حصلش مع المسشر مرتضى منصور لغد الوقت لا جديد خلاص يعني قد يكون ليس لديه رغبة في البقاء في مصر تأتي له العروض وانا بقول لك هو مع عروض قولا وحيدا وانا مغمض بما افهم الزمالك عايز يجدد مع اشرف وعنده عرض الوحيد اللي ممكن ينافس الزمالك في مصر النادي الاهلي ودي لامور مالية طيب لو اشرف عايز مبلغ كبير جدا والزمالك هيدهوله الطبيعي والمنطقي لو راح لنادي زي بالزبط كده عبدالله السعيد مثلا اغراءات مالية عشان بقى الحب والعاطفة والارتباط بالجمهور والكلم ده لازم بقى واخد اضعاف بقى وضعف تمام هل ده متاح وهل في رجال اعمال ممكن يعملوا ده نروح بقى ليه الخليج الخليج سهلة جدا سهلة جدا انت تروح تلعب تلعب 3-4 شهور وتتفع على عقد وتاخد فلوس كتيرة جدا جدا وفي النهاية تنجح او تفشل شايفين مثال قدامنا فرجاني ساسي النهاردة بيخطئ في هدف التعادل امام الدحيل القطر اخطأ خطأ تم تغييره من قبل المدير الفني وبيقدم اسوأ ايام فرجاني ساسي في كرة القدم سواء مع منتخب بلاده انا مش متخيل مش متخيل ان فرجاني ساسي اللي جاب جون في كاس العالم اللي مقصر الدنيا اللي طول عمره في المنتخب يتم استبعاده من 28 اسم 28 اسم يتم اختيارهم بما فيهم الاحتياطي ما يكونش موجود في قيمة تونس وتونس لا تمتلك لعبين كثر او ما تمتلكش لعيبة كتير محترفة زي مصر يعني تونس عندها مثلا 5-6 بيلعبوا في اندية عادية في اوروبا واحنا عندنا برضو 5-6 عندنا لعيب واحد هو اهم لعيب من اهم لعيب العالم هو محمد صلاح والباقي عادي برضو يعني عمر مرموش بيلعب في نادي في المانيا عادي في نادي في مؤخرة الدولي مصطفى محمد طبعا نادي بيلعب في جارة إسرائيل نادي كبير في تركيا ولكن ليس من الاندية الكبيرة في اوروبا يعني نادي كبير في تركيا و بس قلنا اني ما بيلعبش في الارسنال بيلعب في نادي كبير طبعا بيلعبش في الارسنال تريزي جي طبعا بيلعب برضو في نادي يعتبر من اندية الكويسة طبعا لكن ما بيلعبش بقاله كتير عشان اصابة احمد ياسر ريان بيلعب في نادي عادي يعني انا بتكلم كوكا بيلعب في نادي عادي يعني في النهاية انا بنتكلم منتظ صراحة يعني وبالتالي وهي تجربة رحيل اكتر من 19 لاعب على النادي الزمالك ومجيء اكتر من 20 لاعب جديد في 2014-2015 وكان طبعا دي تجربة فريدة وغريبة ان انا امشي 20 لاعب واجيب امشي 17 لاعب واجيب 20 لاعب واخد الدوري والكاس في نفس الموسم اخد دوري وكاس في نفس الموسم طيب هل ده معناه ان انا كخالد لغندور بقول ايه عايزة وصل ايه عايزة اقول ان نادي الزمالك متمسك بلعبته ونادي الزمالك اكيد 11 لاعب نادي الزمالك اكيد مش عايز يجدد مع 11 لاعب اكيد مثلا فيه 5 تتة بالنسباله دول اهم وفيه طبعا على حسب مستوى اللعيبة خلال الموسم اللي هيا اللي يتطور مستوى او 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 اللي انا مقدرش اجيب احفظل منه مثلا فاكيد هايزة مالك برضو هيكون سواء اجانب او مصريين هيكون زمالك بيسعى للافضل لان زمالك دايما كنادي بيسعى انه يجيب الافضل انه يجيب اللعيب اللي يعمل لي بطولة او اللي يجيب لي بطولة او اللي يضيف ليه النادي على حسب مستوى وده دي عالم كرة القدم والاحتراف يعني في نفس الوقت اللاعب اللي هو بيكون متقلق وبيكون ليه عروض وزي ما قلت لكم معظم اللعيبة اللي بيجي لها عروض لا الا من 3 دول خليجية لا الا من منافس هنا في مصر دايما ده اللي بنسمعه في الاعلام ده من عايز يخدك بعد اي لعب هيمشي يقولك ده الاهل عايزه ده الدحيل عايزه ده في الامارات عايزينه ده النصر عايزه ده التعاون عايزه ده الاهل جد عايزه هو ده انت بسمعهش غير كده في الاعلام فقط مش هتلاقي مثلا في الاعلام بيقولك مثلا ده نادي فولاند عايزه ده نادي في الدولة البلجيكة عايزه ده نادي في انجلترا عايزه طبعا ده نادي حتى لو بلعب المنتخب بقى له اكتر من 75% ما بتسمعوش ده ما بتسمعوش ده هو بس اللي احنا بنسمعوه ده في الاعلام وده اللي هيوديني لفكرة ان ان يا جماعة الزمالك هيقدم عروض لكن العروض دي مرتبطة برخبة اللاعب اللاعب هو عايز يكمل ولا مش عايز يكمل لو اللاعب عايز يكمل الزمالك عايزه طب لو اللاعب جاي له عروض مالية اكبر بكتير فاللاعب ووكيله بيفكروا تفكير غير تفكير الجمهور وغير تفكيري انا في النهاية كل واحد يبحث عن مصلحته واحد شاف ان مصلحته هو انه يصنع تاريخ في نادي الزمالك انه يرتبط بجمهور نادي الزمالك انه ما يبطل كورة يكون نادي الزمالك ده متواصل الى مالة نهاية يعني احنا عملنا وشغلنا وبقائي في هذا المكان غير اللي اتجه للتدريب ده ارتبطنا بهذا النادي العريق والكبير يعني احنا ما اذننا الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ولكن رزقنا مرتبط بربنا سبحانه وتعالى طبعا وبالمكان اللي احنا اتربنا واجبرنا فيه وعملنا لنفسنا تاريخ فيه هو اللي مخلينا موجودين في اي مجال وفي اي مكان بيرتبط اسمنا دايما بازم هذا النادي العريق ففيه لعيبة بتبحث عن كده وفيه لعيبة بتبحث عن كده فاحنا في عالم الاحتراف عند رحيل مصطفى محمد وفرجاني ساسي نادي الزمالك مقفلش يا جماعة اما رحلوا الاتنين دول نادي الزمالك خادت دوري اللي معرفش ياخده في وجود فرجاني وفي وجود مصطفى ودول العيبة كبار جدا وفي وجود اشرف وهو مركز وفي وجود كله يعني احنا كان عندنا العيبة كلها مركزة والقوام كله موجود ومكسبناش بطولة خسرنا كاس وخسرنا نهاية افريقيا وخسرنا الدوري بعد كده اما فيه لعيبة مشت وعندنا مجلس تم رحيله او تجميده لمدة سنة ومجالس خدنا بطولات كتيرة جدا ده مش معناه ان ده الصح لكن قصدي ان نادي زمالك ما بيقفش على حد نادي زمالك بيسعى ان لعبته تفضل معاه لكن ده لازم يكون مرتبط برغبة اللاعب ورغبة كمان وكيله اي وكيل لعب يعني فيه لعيبة خلاص بتطلب مبالغ قد لا يستطيع نادي زمالك انه يتفحها مبالغ هلامية المبالغ دي بيتم اغراء اللاعب عن طريق الدول الخليج قولا واحدا يعني وده لها يوديني ما كنت مع زميلي سيف زاهر فكان يقال ايه افتكروا كلام ده بس لان انا دايما بحب اتكلم فيما يقال في الاعلام المصري الرياضي قالك ان النادي المنافس وهو النادي الاهلي من حقه انه عند انتهاء التعاقد لاي لاعب ويصبح فيه قبل خمس ست شهور من نهاية التعاقده فمن حق النادي الاهلي ان يتفاوض معاه وانه كمان يمضيه على عقد ويجيبه دي الكرة دي الاحتراف كلام اكبر من رأى وكلام منطقي جدا وكلام عقلاني جدا وهكذا هي كرة القدم ولكن هنا السؤال لماذا لم يتعامل الاعلام ولم يتعامل مسؤولي النادي الاهلي في ملف عبدالله السعيد بنفس ذات المنطق يعني عبدالله السعيد انتهى تعاقده وكان من حقه انه يتعاقد مع اي نادي حاول مع النادي بتاعه النادي بتاعه حط له فلوس غير مرضية لي واحنا بمنعليش عن السقف وانه احنا بمنعديش المبلغ دوت ورغم كده ولو انت شايف عرض افضل ليك روح مشار مرتضى منصور في ذاك الوقت الكابتن اسماعيل يوسف امير مرتضى في ذاك الوقت اعمله اجتماعه وتعاقده مع عبدالله السعيد وكان واحد في ذاك الوقت من اهم العيبة مصر ومن اهم العيبة الاهلي فتعاقده معه الدنيا قامت ومقعدتش بل كمان تفنن بعض الاعلاميين في انه هما يقولوا لا على فكرة ده مش قانوني ده حتى لو هو من حقه يمضي في ست الشهور كان لازم يبلغه النادي الاهلي كمان ومع رأي وكلام وبعد كده المفروض ان انتهاء تعاقده زمالك يودي التعاقل على العقود لا ده كمان عملنا تمديد وتدخل المستشار التركي ودفع الفلو وبعد ما دفعه لا مبادئ لازم نصفره السعودية عشان يعطي لعيب سابك لعيب سابك ومشيت هكذا يتعامل الاعلام من حق من حق اي نادي عندما تنتهي تعاقد بتاعه انه يتفاوض مع اي لاعب ويضمه هكذا هي قرة القدم لكن في ملف عبدالله السعيد كان المنظور الاعلامي ليها مختلف تماما مش كما يقال الان مش كما يقال الان واللي باعك بيعه يا سيدي اللي مش عايزك ما الدنيا ما بتقفش على لاعب يعني يعني خلاص عرفت انه مضى وعرفت انه ابض طيما خلاص مع الف سلامة من المفترض يعني وده اللي هيوديني كمان يا جماعة لفكرة فبالتالي انا عايز اوصل الكونكلوجين ايه يا جماعة نادي زمالك هيعرض مبالغ للعبة الزمالك والزمالك متمسك بكل لعبته لكن لو فيه لعب عنده رغبة انه هيرحل مفيش مشكلة خالص يبلغ مجلس الادارة ويكون صريح مع مجلس الادارة ومع الجمهور اللي بيحبه عشان يفضل يحبه ف ما نقولش بكرة بعده بعدين بعد المطش ده بعد مرجع بعد مروح بعد الانتخابات بعد لا خليك واضح وصريح قولا وحدا واضح وصريح خلاص خلاص ترجمة نانسي قنقر